كشفت لجنة حكومية في محافظة الجوف عن مقتل وإصابة أكثر من 20 مدنيا في المحافظة وذلك نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال الأسبوع الماضي وبحسب بيان صادر عن لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف فإن الألغام الحوثية أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة خلال الأسبوع الماضي في مدرية خب الشعف والحزب وأكد البيان أن حوادث الانفجار أسفرت أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 17 مدنيا آخرين بينهما 12 امرأة وثلاثة أطفال بالإضافة إلى تضرر ثلاث سيارات لمواطنين